المحافظة المحاصصة وصلت فيها إلى أبسط درجة وظيفية هذا من حصة فلان وهذا من حصة فلان طيب أنت عندنا في كل هاي الكتة الناس خيرين تاريخهم نظيف معروفين على مستوى الشارع في صلاح الدين خليجونا من هاي النوعيات اللي معروفها بتاريخه ونظافته ونزاته وإحنا مساندين شعب ليش ما يجبون النظيف شيخنا يكون ضيفك من مجلس المحافظة اليوم ليش ما يجبون النظيف حتم حساسية حتم حساسية من الشرف وظفت حسنا سامع واحد عدة حساسية من البنسانين بس ما سامع واحد عدة حساسية من الشرف في صلاح الدين ثقوا في صلاح الدين هناك الكثير من القادة والقدرات والإمكانيات والخبرات التي تقدر تقود محافظة في أصعب ظروفها ولكن المحاصصة يعني أثرت ليش انتخبت الفاسدين أو خليت الشرفاء أو ستنتقدون دولا وتتحصرون على دولا الذنبي من أستاذ العزيز أنا ما ريد أخش في مآخذ أخرى أنا أعرف أن تتخليني أتحدث وأنا معروف أن أتحدث الأموال التي قدلت ولا رقب ولا حسيب قولها حتى ولا حسيب قول قول في كل العراق الأموال الفاسدة المتاحة في كل العراق وليس في صلاح الدين فقط الآن هي التي تخلى الرجال في الخطوط المتقدمة وليس من ذي يذكرهم جنابك طيب حش الخيرين منهم والله العراق بي هواي خيرين وهواي يلوق عليهم الإعقال أو زلم من ترخاهم تلقاهم بس هاي مرحلة دكتور عبيل موجودين ايه